اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فقال لي يا اخي انما هي انفاة تعت وعمر يفنى وايام تنقضي فانا رجل انتظر الموت في اي لحظة فبكيت لجوابه ودعوت الله لي وله بالعون والتسبيل ثم قلت لم قليلا لك الشريح فانك لا تدري ما يحدث من امر العدو فنام تحت ظل خيمة وتفرق اصحابنا في ارض المعرة واقمت في موضع احرث رحالهم واصلح طعامهم فبينما انا كذلك ان سمعت كلاما يأتي من ناحية الخيمة فعجبت فليس هناك الا تعيد نائما ضمنت ان احدا قد جاءه ولم اره فذهبت الى جانب الخيمة فلم ارى احدا وتعيد على حاله نائما الا انه كان يتكلم في نومه ويضحك اصغيت اليه وحفظت كلامه ثم مد يده وهو نائم كأنه يأخذ شيئا ثم ردها بلطف وهو يضحك ثم قال فالليلة اذا ثم واتب من نومه والسيقظ وهو يرتعد صائفا فاحتضنته الى صدري حتى تكن وهدأ وجعل يهلل ويكبر يحمد الله فقلت ما شأنك فقد رأيت منك عجبا وسمعت منك عجبا فحدثني بما رأيت قال اعتني من ذلك فذكرته حق الصحبة وقلت لعل الله ينفعني بما تقول فحدثني عما رأتي منائم قال جاءني رجلا لم ارطبت مثل صورتهما كمالا وحسنا فقال ابشر يا سعيد ابشر يا سعيد فقد غبر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك وابتجيب دعائك وعدلت لك البشرى في حياتك فانطلق معنا حتى ترى ما اعبد الله لك من النعيم قال فأتينا على حور وطفور وجواري وغلمان وانهار واشجار فأدخلوني في قصر ثم الى دار فيه حتى انتهيت الى سريه عليه واحدة من الزور العين كأنها اللؤلؤ المكنون فقالت لي قد طال انتبارنا اياك فقلت لها اين انا فقالت انت في جنة المأوى قالت انت في جنة المأوى قلت ومن انتي قالت انا زوجتك الخالدة فمددت يدي اليها فردتها بنطف وقالت اما اليوم فلا انك راجع الى الدنيا قلت لا اريد الرجوع قلت لا اريد الرجوع فقالت لا بد من ذلك وستقيم هناك يعني في الدنيا ثلاثا ثم تفطر عندنا ان شاء الله تعالى فقلت بل الليلة قالت انه كان امرا مقرية ثم قامت من مجلسها فوسبت لقيامها فاذا انا فبسيقظت وانا اسألك بالله لا تحدث بحديثي هذا واسترني ما حييت قلت ابشر فلقد كشف الله لك ثواب عملك ثم قام فتطفر واغتسل ومسى طيبا ثم حمل سلاحه ونزل الى ارض القتال وهو صائب وظل يقاتل حتى الليل فلما انصرق اصحابه وهو فيهم قالوا يا ابا الوليد لقد رأينا من هذا الرجل حرص على الشهادة وطرح نفسه تحت السهام وطرح نفسه تحت السهام والرماح وكل ذلك يصرف عنه قلت فينا بشيء لو تعلمون خبره لو تعلمون خبره لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فاثر على قليلا من الصعام وبات ليلته طائما فلما اصبح طنعك خنيعه بالامن وفي اخر النهار عاد هو واصحابه وذكروا عنه مثل ما ذكروا بالامن حتى اذا كان اليوم الثالث انطلقت معه وقلت لا بد ان اشهد امره وارى ما يكون فلم يزل يقافح ويكبد الاعداء الخسائر وينكل فيهم ويصبح الاعاجي وهو يبحث عن القتل والموت مضامنه وانا اراه وارعاه بعيني ولا استطيع الذنو منه حتى اذا نزلت استمثل الغروب وهو انشط ما كان فاذا برجل من اعلى الفطر قد تعمده بسهم فوقع في نحره فقر صريعا وانا انظر اليه فصحت بالناس فعملوه وبه رمق من حياة وجاءوا به يحملونه فلما رأيته قلت له فنيئا لك ما تبصر عليه الليلة قلت له فنيئا لك ما تبصر عليه الليلة يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيم فعظ كبته الزبلاء وأومى الي ببصره وهو يضبك وقال اكتب امري وقال اكتب امري والمنتقى الجنة ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعده فوالله ما تكلم بشيء غيرها ثم فاضت روحه وآيات الله تنادي ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء فلأحياء عند ربهم يرزقون فرشين بما آتهم الله من فضل ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم ينحقوا فيهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم ينحقوا فيهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاكم يحزنوا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين اشتركوا في القناة